مملكة بمحصولها الزراعي وتمتاز بإنتاج الفواكه الموسمية من أرجاء بلادنا وهذا التنوع في الأصناف يأتي طبيعة لتضاريس المملكة ومناخها والعوامل الزراعية لكل منطقة حقيقة العنب هذا يتميز بطعمها الحلو أيضا حجم الحبة يكون أكبر من العنب الآخر ما هي الأشياء الممكن مناخية أو ساهمت في جعل العنب يتميز في بني سعد أولا أنه زرع في تربته الأساسية التربة الجبلية هي المناسبة للعنب أيضا المناخ الجو البارد العنب لا يمكن أن يعيش في منطقة حارة أو صحراوية أو ساحلية فالمنطقة الجبلية هي منطقة الأساسية محافظة ميسان بقعة ساحرة في جنوب مدينة الطائف اكتست بالطبيعة وبساطها الأخضر وامتزجت بالهواء العليل في جبالها الشاهقة وشكلت مستقبلا سياحيا وزراعيا مهما في خارطة المملكة الحمد لله هذا المزارعين شاركوا 34 مزارع ما شاء الله منتوج مديني سعد والحمد لله زي من تشايف واستفادوا المزارعين والزوار والسواح والحمد لله نجح بكل المقاييس في مركز بني سعد أناقيد العنب تتلألأ بيضا وحلاوة مذاقه والكثير من الصفات المذهلة التي اختص بها دفعت سكان بني سعد ومسؤوليها ومزارعيها للاهتمام بمنتجهم وتسويقه على أعلى المستويات وكان لهم ذلك عندما أقاموا مهرجان سوق العنب رحب فيكم مهرجان العنب الثاني البني سعد والحمد لله الأمور إن شاء الله طيبة والموسم يبشر بخير إن شاء الله والمهرجان إن شاء الله له أثر كبير على العنب وتسويقه والفواكه الموجودة بني سعد هنا والحمد لله هذا المهرجان في عامه الثاني حركة اقتصادية وزراعية وعامل جذب سياحي للمنطقة وإحياء للموروث والفنون وأنشطة للترفيه والعائلة ودعم للأسر المنتجة كل ذلك وسط طبيعة خلابة وأجواء استمتع الجميع بها